عشرين سنة بالضبط هي الفترة اللي بنصحك فيها أنك تتناول أكبر كمية ممكنة من اللحوم لأن للأسف رح تختفي تماماً ورح أحكي لك كيف ببساطة مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع اللي عم يغير أشياء كتير بحياتنا أنه نضطر نركب لتريند ونواقب التطورات في سبيل العيش بطريقة أفضل ولكن بعمري ما تخيلت أنه التقدم العلمي والتكنولوجي يوصل حتى لأهم مكون موجود بوشبة الغداء أو العشاء والمصدر الأول والأغنى بالبروتين أو بمعنى أصح اللحوم وبتقرير غريب نشرته مجلة الجاردين البريطانية اتحدثت فيه عن أنه معظم اللحوم اللي رح تكون موجودة سنة 2040 هي من مصدر غير حيواني وأنه حوالي 60% من استهلاكنا للحوم بهالعام رح يكون عبارة عن لحوم مزروعة بأحواض وأبحاث العلماء ما بتنتهي عن الآثار السلبية للحوم اللي بنتعامل معها بالوقت الحالي وأنه اللحوم المصنعة رح تكون حل صحي للبشر وكمان أفضل للطبيعة لأنه بهالطريقة رح نحافظ على كتير من سلالات الحيوانات بالإضافة للتقليل من الانبعاثات الناتجة عن عملية ذبح الحيوانات والتخلص من نفاياته عن طريق الحرق وحاليا في تجارب وأبحاث كتير لتطوير منتج مطابق للحوم بتمتع بنفس القدر من الفوائد الغذائية ويمكن أكتر كمان ولكن لحد هاللحظة ما ظهر أي منتج فعلي بالمقابل شركة ايتي كيرني اللي نشرت التقرير عن اللحوم المصنعة بتتوقع هيمنة اللحوم المزروعة بأحواض أكتر من البدائل النباتية المنتشرة بالوقت الحالي وأنه اللحوم المزروعة بأحواض رح تكون بقوام وشكل مماثل تماما لشكل اللحوم الطبيعية وكل التوقعات بتقول أنه 35% من إنتاج العالم من اللحوم رح يكون من اللحوم البديلة سواء من النباتات أو من اللحوم المزروعة بأحواض ومتل ما تعودنا على الكمبيوتر والموبايل ومواقع التواصل كبديلة عن الحمام الزاجل قادرين أنه نتأقلم مع اللحوم الجديدة بدل من اللحوم المضرة بالصحة الموجودة اليوم بالنهاية لو عجبتك الحلقة ما تنسى اللايك والشير والسبسكرايب وتنتظرنا بكابسولة جديدة